بعد الاعتذار الإسرائيلي لتركيا عن مقتل تسعة أطراك خلال الهجوم على أسطول الحرية عام 2010 توالت ردود فعل الرأي العام التركية رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أكد أن الاعتذار جاء بالشكل الذي كانت ترغب فيه أنقرة لقد اعتذرت إسرائيل وقبلت بشروطنا أولا الاعتذار وثانيا تقديم طاوضات لعائلات ضحايا سفينة مافي مارمرة وثالثا نريد رفع الحصار المفروض على فلسطين قبول إسرائيل بشروط أنقرة وتعويض أسر الشهداء الاتراك الذين قتلوا على متن سفينة مافي مارمرة لم يرضي منظمة لغاثة التركية التي طالبت بتعويض جميع من كانوا على متن السفينة لن نستسلم سنطالب بتعويض جميع من كانوا على متن السفينة وليس فقط أسر الشهداء الجميع تضرر أعضاء منظمة لغاثة التركية تضرروا ونحن تعرضنا للنقد من طرف الشعب ومن طرف المسؤولين دون أن ننسى أن سفوننا تضررت القوات الإسرائيلية كانت قد اعترضت سفينة مافي مارمرة في أيار مايو من العام 2010 وقتلت تسعة أتراك مراسل قناة يورو نيوز من إسطنبول يقول يبدو أن الأزمة التي بدأت في سفينة مافي مارمرة قد حلت الآن بعد اعتدار إسرائيل يبقى الآن معرفة ما إذا سيتم التخلي عن الملاحقات القضائية ضد المسؤولين الإسرائيليين وهل ستتحسن العلاقات الإسرائيلية التركية مقارنة مما كانت عليه سابقا؟ بورا بايراكتر يورو نيوز إسطنبول